اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما في يوم الأيام شعرت من خفاض طاقتك شعرت إن مزاجك متأكر شعرت أنك لا تريد أن تعمل شيء لا تريد أن تلتقي بأحد أحيانا تشعر أنك تتنفس من سمي خياط تشعر تشعر أن الدنيا جدا جدا ضيقة طاقتك منخفضة أنا سأعطيكم أشياء الآن جدا مهمة لأمر لا ينجو كما قلنا منه أحد الجميع يمر في هذه الحالة طيب القاعدة طبعا تبدأ بانطلاق دائما أقول لكم وأؤكد عليكم خالف أمزجتكم خالف مزاجك سأحكي لكم قصة حدثت لي قبل أربع أو خمس سنوات كنت مدعوا في دبي وكان هناك مستوى لقاء كبير جدا على مستوى القيادات التربوية في الخليج حاضرها أصحاب سمو حاضرها أشخاص مناصب ووزراء وكنت أنا المتحدث هم اختاروني حتى أتحدث لهم في صبيحة ذلك اليوم استيقظت وكان المزاج متأكرا أتيت متأخرا ونوم ما كان كذا وكان يصاحبها شيء من الخمول وشيء من بداية أمفلونزا كان الاتجاه في هذه اللحظة على ماذا على أنني أعتذر وكنت مهيئ نفسي ومسأة الاعتذار كانت بالنسبة لي يعني مبررة لكنني سبحان الله غيرت اتجاه التفكير وتحدثت بيني وبين نفسي وقلت والله يا خالد جرب أن تخالف مزاجك أنا أقول لكم ماذا صار بالضبط مباشرة أول خطوة استيقظت نهضت فتحت النوافذ استقبلت أشعة الشمس وبعد ذلك شيء من العطورات وشيء من الروائح الزكية بعد ذلك كوب قهوة ثم سمعت شيئا دائما أسمعه في كل صباح ثم بعد ذلك لبست الملابسي وصراحة المزاج تغير والوضع تغير والحال تغير و نزلت نسيت أساسا أنني كنت متعب أو أنني والله الآن على بداية من الوزن نسيت تماما وقدمت لقاءا من أجمل وأروع اللقاءات فأنا أقول لك دائما لا يسيطر عليك مزاجك لا يسيطر عليك مزاجك أعطيك الآن بعض الأشياء التي بإذن الله تعالى من شأنها أن ترطع من طاقتك وهي أشياء سهلة وميسرة أولها 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 إذا كان لديك ملفا الآن مشغلك الملف هذا الملفات ترى بالمناسبة المعلقة يعني هي ثقب في خزان الطاقة لأنك تفكر فيه لأنت الذي أنجزته ولأنت الذي نسيته لأنت الذي أنجزته ولأنت الذي نسيته ولأنت الذي رحلته إلى وقت ما أنت متردد وتعمل بنظام ماذا؟ يسمونه نظام الدوائر الدائرة ليس لها أول وليس لها آخر لا نصيحة أولى حتى تسد هذا الثقب ضع لها وقتا قل سأنجزها الوقت الفلاني وتريد نصيحتي أغلب الأشياء المعلقة بإمكانك الآن 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 أن توجد لها حلا إذن النقطة الأولى في مسأة رفع الطاقة ومزيد من الحيوية بالمناسبة بعض الناس حساس من كلمة طاقة لن أتكلم عن قوانين الطاقة وكذا ليس المجال لكن كلمة طاقة إذا كنا نروح المعنوية أنت أنت داخلك الطاقة هذه بالمناسبة نومك يعتمد عليها مزاجك يعتمد عليها انفعالاتك تعتمد عليها تفكيرك يعتمد عليها طيب إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في مثل هذه نظرتك الحياة أنت هل أنت متشائم؟ هل أنت انظر الحياة على النهضيق و تعب و ألم و وجع و على الناس على أنهم الله في ضدك في كل أمورهم و أنهم يعملون أو يتآمرون عليك و أنهم غير جدرين بالثقة نظرتك للحياة لا بد أن تكون نظرة جيدة كلما كانت نظرتك للحياة نظرة جيدة كلما كانت يعني الخزان ستيت يعني يتدفق حيوية لذلك هذه نقطة جدا مهمة أنا إذا أصبحت محسن الظن برب العالمين و متفائل أنني سأجد أشخاص جيدين أنني بإذن الله سأعطي أنني بإذن الله سأنجز و الله يا أخواني و أخواتي أن سبحان الله يعني تدفق للطاقة غير طبيعي أيضا من الأشياء الجميلة و التي أيضا ترفع من مستوى الطاقة معانقة الطبيعة إذا كنت و الله قريبا من بحر أو غريبا من حدائق أو كذا بدون جوالات و بدون أي شيء و استمع لصوت العصافير و استمع إلى حفيف الريح و انظر إلى الورق الجميل و انظر إلى الشجر و انظر إلى يعني شيء صراحة تعطي عقلك إجازة و تعطي عقلك راحة دائما دائما الأشخاص الذين دائما يعني عقولهم نقول والله وعيها كامل تجاه الأشياء المادية أو التفكير بالماضي أو التفكير بالمستقبل غالبا ينزعجون أعطي عقلك راحة العقل كالمكينة إذا كان مشدودا بشكل دائم يضعف لذلك عانق الطبيعة عانق الطبيعة أيضا من الأشياء التي ترفع الطاقة جزء من طاقتنا بالمناسبة و أكون صريح معكم جدا جدا في هذا الشأن جزء من الطاقة يهدر يهدر عندما أتابع سين أو صاد أو عندما والله القلب يكون فيه شيء من الدغل شيء من الحسد شيء من الحقد هذا تستنزف الطاقة لذلك يقولون حتى في مبوع التسامح يخي تسامح عن الذي أزعجك أو آذاك أو حتى غدر بك أو فعل ما فعل فيك لأنك أو أنت و إياك كسجين و سجان هو السجين و أنت السجان إذا أطلقته أطلقت نفسك لذلك سلامة القلب و تمني الخير للآخرين و فيه و الله كما قلنا سابقا مفهوم الوفرة أو قانون الوفرة لديك تحب الخير للآخرين لا شك سبحان الله يعني يأتيك الخير و القاعدة في هذا أن آنية للعطاء آنية الخير لا تعود فارغة إذا قدمتها للآخرين رجعت إليك أيضا من الأشياء الحلوة الذي ترفع الطاقة ترفع الطاقة ما يسمى بالمهام الصغيرة ما يسمى بالمهام الصغيرة سوي إنجازات حتى أحدهم يعني كتب كتابا يقول رتب فراشك و هذه فكرتها جدا رائعة أنك تبدأ بأمن في كل صباح تبدأ بإنجاز كلما كنت يعني بدأت بإنجاز هو يقرتب فراشك كناية على أنه أمر سهل و مقدور عليه لكنه سيتبعه بإنجازات دائما دائما المهام قليلة الخطورة أو سهلة الوصول هذه تفعل فيك فعل السحر تزيد من طاقتك تحفزك لمزيد من العطاء و إلى مزيد من نقول والله مزيد من الرؤية المستقبلية لمزيد من الإنجازات و أيضا قدراتك تتضاعف و أيضا شغفك يزيد أيضا من الأشياء المهمة في هذا الشأن من الأشياء المهمة في هذا الشأن و هي في غاية الأهمية أيضا الأشياء التي تخفض من الطاقة العلاقة والاحتكاك الدائم بالبشر الاحتكاك الدائم بالبشر الاحتكاك الدائم بالبشر لا تحتك بالبشر كثيرا نصيحة لك نصيحة لك من الأشياء التي تربك كثرة المطالعات و كثرة المتابعات و تابع كلام هذه تربك وهذه أيضا تستنزف طاقتك قلل ما أمكنك من أحيانا أنا أقول دائما الوحدة جميلة الوحدة الوحدة طبعا بين الوحدة والعزلة فوارق الوحدة أن تكون وحيدا لكن ليس بظهر تكون معزولا أنا أقول لا نعزل عن الناس خذ برايك شوي خذ راحة وارتح وارجع غذي مشاعرك من جديد غذي طاقتك من جديد أيضا من الأشياء الجميلة يعني البعد عن مصصي الطاقة هناك من البشر ترى من يمص طاقتك كئيب متشائم حقود كثير الشكوى والنواح يريدوا الكمال في كل شيء هؤلاء مزعجون ما أمكنك ما أمكنك تخلص منهم أيضا من الأشياء الجميلة في موضوع الطاقة والمهمة يا أخواني و يا أخواتي وتكلمت عن هذا في موضوع خاص امتن من الأشياء التي تجعلني الآن أنا طاقتي جيدة أنني أمتن للنعم الله عليه أنني أذكرها أعيش في كرنفال نفسي من السعادة والفرح يعني صراحة يعني أشي أقول لكم مدد من الطاقة لا ينتهي أيضا من الأشياء الجميلة والمهمة اللي مساء أضحك ترى ترى الواحد يعني بيطلع مو ما أخذ منها شيء من هذا الدنيا والله صحيح أضحك يا أخي يجعل لك يومك الضحك هذا في هرمونات السعادة تفرز عندك يعني وتعطيك شيء من الراحة وأيضا هي تمدك بكثير من الطاقة بعض الناس عنده حرج يعني 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 يعيش جدية دائمة في حياته بالمناسبة الجدية الدائمة في الحياة تدل ربما على كائن معقد على شخص معقد أيضا نومك طاقتك تعتمد على نحو كامل نومك النوم يا أخوان نوم النهار نوم الليل ما يستغنى عنه قضية السهر الدائم السهر أعرف أشخاص سهر دائم والله والله أخواني أنه نهار جسده نهار ما تحمل والسلوك الغذائي لا شك مهم جدا في هذا الشأن وأخيرا الله الله بالماء الله الله بالماء عموما هذه بعض الأشياء وبعض الاقتراحات وبعض الأفكار تخص الطاقة ومفهوم الطاقة أو رفع من طاقتك الداخلية اعتني بها ما أمكن و جربها بإذن الله تعالى تتغير حياتك أخيرا أقول لكم أن تكونوا إيجابيين فأنتم بإذن الله تعالى قريبين جدا جدا من السعادة والنجاح رعاكم الله شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا ترجمة نانسي قنقر